السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير في حلقة النهاردة بنحل تدريبات علم البديع دروس البلاغة التدريبات اللي موجودة في كتاب الامتحان في كتاب الشرح نبدأ بالمحسنات المعنوية أول سؤال بيقول حدد الطباق صفحة 68 حدد الطباق هنستخرج الطباق يعني طباق كلمتين عكس بعض وبين نوعه يعني نوعه لو كلمتين عكس بعض هقول طباق إجاب ولو نفس الكلمة بالنفي هنسميه طباق سلب يعني نفس الكلمة يعلمون ولا يعلمون اسمه طباق سلب وإجاب زي مثلا السماء والأرض وأثروا في المعنى ده ثابت أثروا في المعنى اتضاد هنقول يوضح المعنى يوضح المعنى ويؤكده أو يؤكد المعنى ويوضحه أو يبرز المعنى ويوضحه هتبقى صح يلا ألف وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي آه هنا جميعا وحدي يبقى ده طباق طباق نوعه إيه برافو طباق إيجاب كلمتين عكس بعض با يخفي لوعيجه والشوق يفضحه آه يخفي وحاجة بتفضحه فقد تساوى لداء السر العلن يبقى ده طباق في يخفي ويفضحه والسر والعلن وبرضو طباق طباق إيجاب أثره في المعنى ثابت يوضح المعنى ويؤكد طيب جيم أراك عصي الدمعة شيمتك الصبر أمل الهوى نهي عليك ولا أمر هنا النهي والأمر برضو عكس بعض برضو طباق إيجاب يوضح المعنى ويؤكد ده قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أو تبصرون لا تبصرون نفس الكلمة يبقى اسمه طباق سلب وأثره في المعنى يوضح المعنى ويؤكده ها اللئيم يعفو عند العجز ولا يعفو عند المقدرة عندنا يعفو لا يعفو وده طباق نوعه طباق سلب وعندنا العجز والمقدرة ده طباق إيجاب ما بين العجز والمقدرة تانية حاجة في المحسنات المعنوية المقابلة قلنا الطباق كلمتين عكس بعض المقابلة جملتين عكس بعض وأثرها في المعنى نفس الكصة توضح المعنى وتؤكده وممكن نزود ونقوله وتجزي بالانتباه للفكرة يلا أول سؤال حدد المقابلة وبين أثرها في المعنى أثر في المعنى ثابت هو فوق هو توضح المعنى وتؤكده يلا نشوف الجملتين عكس بعض لازم يكون اكتر من كلمة فالعيش نوم العيش والمنية اللي هي الموت نوم ياقز هذه جملتين عكس بعضهم يبا دي مقابلة خلاص والمرء بينهما خيال سار يبا احنا خلاص العيش نوم والمنية ياقز با فتن كان فيه ما يصر صديقه على ان فيه ما يسوء الاعادية برضو مقابلة جيم كم وجوه مثل النهار زي النهار ضياء لنفوس كالليل في الاسلام النهار الليل ضياء ظلام الصدق من جاة نجاة والكذب مهوات جملة عكس بعض من شدد نفر ومن تراخى تألف جملة عكس بعض بنسميها مقابلة والأثر في المعنى توضح المعنى وتؤكده رقم ثلاثة في المحسنات المعنوية احنا قلنا خلاص كلمتين عكس بعض طباق جملة عكس بعض مقابلة ثالث حاجة التورية ودي كلمة لها معنيان واحد معنى قريب وده مش مقصود والمعنى البعيد وده المقصود وأثرها في المعنى وهو بيقول لنا السؤال الكلمات اللي تحتها خط تشتمل على تورية وضحها وبين أثرها ايه أثر التورية؟ احفظ أثر التورية في المعنى تثير الذهن وتجذب الانتباه أي تورية؟ أثرها في المعنى تثير الذهن وتجذب الانتباه واحد أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوني سيبوني ده أنا باكل العيش بالإيه؟ بالجبن المعنى القريب هنا اللي هو لإيه؟ أنا باكل العيش بالجبن اللي هو الجبن اللي هو الطعام بس هنا أصلاً يقصد بالجبن لإيه؟ الخوف ده المعنى البعيد بيقول لهم لو أنتم هتحربوا لا أسبوني ده أنا عايش بالخوف يبقى المعنى القريب بالطعام والمعنى البعيد والمقصود اللي هو الخوف يبقى احنا كده وضحنا التورية بقى قالوا اتخذ لك خادما فأجبتهم أن يكونوا لنظم الشعر الرقيق هنا معنى البيت بيقول لما قالوا له اتخذ خد لك خادم يعني يخدمك عبد فأجبتهم أن يكون لنظم الشعر الرقيق بينظم بيكتب الشعر الرقيق الشعر الرقيق أول معنى اللي هو الشعر الرقيق اللي هو العذب بس هنا المعنى البعيد إن الخادم بمعنى عبيد والرقيق بمعنى عبيد ده المعنى البعيد وهو ده اللي يقصده بيقول اللي بيكتب الشعر ده ما يتخذش عبيد. يا سائلي عن حرفاتي في الورا. اللي بتسألوني عن وظيفتي في الناس ما بين الناس. وضيعاتي فيهم وافلاسي. ده انا مفلس. ما حالو من درها من انفاقه. يأخذه. ده انا الفلوس بجيبها من ايه? من عين الناس. اول معنى قريب بيجي لك ان هو بياخد الفلوس من عين الناس. ان هو ايه? طبيب. طبيب. بيعالج الناس. علاج العيون. بس المعنى البعيد بيقول ده انا مفلس ده انا بجيب الفلوس من ايه? من عين الناس يعني بتجيب الفلوس بصعوبة. لها صعوبة الحصول على المال. وده المعنى البعيد وده المقصود. والتورية اثرها في المعنى تثير الذهن وتجذب الانتباه. وهنا برضو بيقولنا ان من المحسنات المعنوية الالتفات اللي هي تغيير الضمير. لما كون بتكلم عن حد معين او الاح عليه النازف عليه. النازف حتى احاله. هنا مستخدمة الشعارة مستخدمة لها. وفي البيت اللي بعد كده. ولامه لما ابدي علي كمن الاسا. نفس الشخص اللي هي بترثي اخيها صاخر. وغيرت الضمير من الهاء للكاف ده بنسميه التفات. وفي مراعاة النظير لما بيكون كلمتين لهم علاقة ببعض. زي لما اقول الشمس والقمر. السيف والرمح. القرطاص والقلم. دي اسمها مراعاة نظير برضو اثارها في المعنى. تؤكد المعنى وتثير الظهن. والالتفات برضو اثارة الظهن وجاز بالانتباه. في الصفحة اللي بعد كده بقى هنلاقي تدريب تراكمي. قال ابن نباتة يتشوق لاصحابه في مصر ويمدح ملكها واهن لمصر واين مصر. هي مصر فين? وكيف لي بديار مصر مراطعا وملاعبا? جمعي مجيب حالتي مستخبرا لله دمعا سائلا ومجاوبا. اهدي المديحة على الحقيقة كاملا لكم. واهدي للورى متقاربة. فالبيت يدعى عامرا والمجد يدعى ثابتا والمال يدعى السائبة. فاذا سخوا ملأوا الضيار عوارفا واذا غزوا ملأوا القفار كتائبة. بيقول لنا ميز الاجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التي تليه. المحسن البديعي المعنوي. المحسنات المعنوية طباق مقابلة تورية التفات مراعاة نظير. يبقى هنا نبدأ نشوف هنا جايب لناه طباق ولا مقابلة ولا التفات. بيقول لنا فين? سائل بيسأل. مجاوب كلمتين عكس بعض. يبقى طباق طباق ايجاب. اتنين المحسن البديعي برضو المعناوي في قوله دمعا سائلا. قد هنا سائل لها معنيان. المعنى القريب دمعي سائل ان هو بيسيل. والمعنى البعيد ان هو سائل ان هو بيسأل سألة. لها معنيان تبقى تورية. هي مش مقابلة. مش جملتين عكس بعض. الدمع وبيسأل مش جملتين عكس بعض. مش طباق. مش التفات. ما فيش دمائر. تلاتة الصورة البيانية. يعني صورة بيانية يعني علم البيان. تشبيه استعارك نايا مجاز. دمعي مجيب. دمعها يجاوب. بيشبه الدمع بايه? بانسان. حزف المشبه به. يبقى على طول استعارة. استعارة مكنية. حيث شبه الدمع بانسان. وحزف المشبه به. وجاء بصفة من صفاتي وهي مجيب على سبيل الاستعارة المكنية. السؤال التاني بيقول حدد من البيت التالت تورية. ووضحها. وبين اثرها. فين البيت التالت? اهو. اهدي المديح على الحقيقة كاملا. هنا كلمة كامل. الكامل دي كاملا. الكامل والمتقارب دي اسماء من بحور الشعر. اللي بيكتب الشعر بيكتب على وزن معين. ده اسمه بحر شعر. يبقى هنا عندنا كلمة كاملا وكلمة متقاربا. هنا الكلمات دي تورية. لان كلمة كاملا لها معنى قريب. كامل الحقيقة. اهدي المديح على الحقيقة كامل. المعنى القريب تام والمعنى البعيد اللي هو البحر الشعري. ومتقارب لها برضو معنى قريب. المعنى القريب واهدي للورا متقاربا يعني يسيرا والمعنى البعيد برضو اللي هو البحر الشعري. واثر التورية اثارة الذهن وجاذب الانتباه. السؤال التالت استخرج من الابيات اسلوب انشائي. وبين نوعه وغرضه. نوعه عندنا انشائي هو طالبي ولا انشائي غير طالبي. هبدأ اشوف نوع الاسلوب لو لقيته امر نهي استفهام نداء تمني بانشائي طالبي. لقيته قاسم او تعجب او رجاء او كامل خبرية متحوزم يبقى غير طالبي ونشوف غرضه. هنا عندنا الاسلوب اهو واهل لمصر واين مصر اهو اين مصر اسلوب انشائي استفهام. وكيف ليه بديار مصر مراطعا وملاعبا. ده اسلوب ايه? برضو اسلوب اسلوب استفهام. يبقى ننقل الاسلوب الانشائي. ونوعه هقول له اسلوب طالبي او اسلوب اسلوب استفهام. بنقصين كده ده طالبي. وغرضه ازهار الشوق. ازهار الشوق والحنين الى مصر. بيقول اين مصر هي فين مصر? وكيف ليه بديار مصر مراطعا وملاعبا. طيب تعالوا نشوف المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية اللي هي السجعة والجناس والتصريع والازدواج وحسن التقسيم. احنا عارفين طبعا ان الجناس بيجي في الشعر. مهمة برضو. الجناس بيجي في الشعر والناثر. انما السجعة بيجي في الناثر فقط. يعني ما فيش سجعة في الشعر. اللي زي السجعة بنسميه تصريع. اتفاق نهاية الشطرين. لو في الشعر بنسميه تصريع. زي الازدواج كده في الناثر. في الشعر بنسميه حسن تقصيد طيب الساجعة بيكون في الناثر فاقط واثر في المعنى بيعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن تعالوا نجاوب على الأسئلة نستخلق يلا حدد الساجعة واثر في المعنى ثابت يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن يلا ألف ودخول إليها في خدمة سلطانها وخروجي منها بشكر إحسانها اتفاق نهاية الجمل سلطانها إحسانها حسد الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت اتفاق الصامت شامت ده اسمه ساجعة اللهم إني أدرأ بك في محورهم وأعوذ بك من شرورهم اتفاق نهاية الجمل اسمه ساجعة أخر في المعنى يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن ليكن إقدامك توكلا ويحجامك تأملا كن على حذر من الكريم إذا أهنته ومن العاقل إذا أخرجته يبقى كده ده الساجعة الجناس بيجي في الشعر والنثر والجناس نعين في منه جناس تامة لما نلاقي الكلمتين زي بعض بالزبط في نوع الحروف وتشكيل الحروف وعدد الحروف وترتيب الحروف والنوع الثاني جناس ناقص لو فيه أي اختلاف في الأربعة وبرضو يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس أو تستريح له النفس وتطرب له الأذن ده الأثر في المعنى عايزين بقى نحدد الجناس وبين نوعه هو جناس تام ولا جناس ناقص وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل جانبيه بالقناة والقنابل آه هنا القناة والقنابل ده جناس تم ولا ناقص لا مش زي بعض يبقى جناس ناقص أثر في المعنى يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الوزن بأشكو وأشكر أشكو أشكر آه هنا في خلاف يبقى ده جناس ناقص أشكو وأشكر فعله فأعجب لشاك منه شاكر عندك شاك شاكر بردو ناقص يبقى ده ناقص وده ناقص جيم هل تذكرون غريبا عاده شجن من ذكركم وجف جفى أجفانه الوسن عندنا جفى وأجفانه بردو ناقص آه جناس ناقص دل صورة حصن صاغها لبه وحدها في الحصن حد آه حد حد حدها في الحصن حد الكمال نفس الكلمة باختلاف المعنى نقول جناس تام ها وسميته يحيا ليحيا آه نفس الكلمة آه آخرها آلف آلف لينة أو آلف عادي ده برضو جناس تام واو أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا تكادره القلوب تنور آه نورا تنور ده هنا برضو ناقص جناس ناقص زي قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى جناس في اختلافه باسمه جناس ناقص قال تعالى وهم يحسبون يحسبون أنهم يحسنون جناس ناقص قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يوم تقوم الساعة ما لبثوا غير ساعة ده جناس تام نفس الكلمة باختلاف المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير خيل خير في اختلافه يبقى جناس ناقص يا مغرور أمسك وقس يومك بأمسك أمسك توقف والأمس اللي هو أمسك اختلاف المعنى جناس تام نفس الكلمة باختلاف المعنى ده جناس تام أفر في المعنى يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن وبرضو من المحسنات اللفظية التصريع وده بيكون في الشعر بس اتفاق الشطرين ده بيكون في البيت الأول بس أهو عاده شاجانون الوسانون اتفاق الشطرين ده بنسميه في الشعر اسمه تصريح وحصن التقسيم اللي هو تقطيع تقطيع البيت تقطيع موسيقى لو في الشعر نسميه حصن تقسيم في الناثر نسميه ازدواج وأثر التصريع وحصن التقسيم والازدواج برضو نفس القصة يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن يالا تدريب تراكمي قال الشاعر محمد توفيق علي يرثي أرثاء يرثي الإمام محمد عبده بعد ما مات يعني بيقول مصابك أجر دموع المصائب وخطبك الأمر ده شد وجوه المذاهب عظيم الذكاء كريم الإباء عفيف الرداء شريف المناقب ولله هداع وللناس راع وفي الخير ساع وللحق صاحب فعيشك راض وعزمك ماض ورأيك قاض وفكرك ثاقب عندنا هنا المصائب والمذاهب اتفاق شطرية البيت الأول بنسميه برافو تصريع طيب تقطيع البيت تقطيع موسيقي بنسميه حسن برافو حسن تقسيم طيب تعالوا نجاوب كده على أول سؤال المحسن البديع في البيت الأول عندنا المصائب والمذاهب قلنا خلاص تصريع المحسن البديع في قوله عظيم الذكاء كريم الإباء عفيف الرداء في البيت الثاني ده اسمه حسن تقسيم برضه تقطيع البيت هو تقطيع موسيقي طيب ثلاثة المحسن البديع في قوله داعن راعن كلمتين شبه بعض بس في اختلاف ده الوراء داعن راعن ده اسمه جناس بس جناس ناقص حدد من البيت الأخير جناس وبين نوعه هو أفره جناس كلمتين شبه بعض عيشكا عندنا را ضن وما ضن وقا ضن يبقى الثلاث كلمات ده جناس ونوعه جناس ناقص أفره في المعنى يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن وبكده يبقى احنا خلصنا التدريبات اللي موجودة على المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية في الحلقة اللي جاية هنحل أسئلة عامة على علم البديع بتمنى لكم التوفيق لكم مني كل الحب والإحترام والتقدير شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته